أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافة اليونيسكو إعادة إدراج أثار مدينة بابل العراقية في قائمة التراف العالمي بعد أن كانت قد قررت حذفها نهاية الثمانينات من القرن الماضي بسبب التلاعب بمعالم المدينة الأثرية وتغيير بعض المعالم وإعادة بناء أجزاء دون التقييد بالأسلوب العلمي واشترطت اليونيسكو على السلطات العراقية إزالة جميع المخالفات عن المدينة القديمة وأمهلتها حتى عام 2020 للخضوع لشروط المنظمة هذه نسخة مقلدة من بوابة عشتار الأصلية مدخل مدينة بابل هي واحدة من شواهد تجاوز عمرها أربعة آلاف سنة من عمر المدينة القديمة أو ما بقي منها سجلت مؤخرا ضمن لائحة التراث العالمي بقرار مشروط من منظمة اليونيسكو بقية الخطوات المتفق عليها مع نجلة التراث العالمي من الشروط المطلوبة هو إزالة الأسهجة الموجودة في المدينة الشروط الأخى المطلوبة أيضا حماية الجزء الغربي من مدينة بابل على طول شاطئ الفرات القديم هنا في بابل التي ورثت سومر وأكد حكم أحد عشر ملكا خلال ثلاثة قرون فيها سنة حمرابي مسلته الشهيرة وبنى برج بابل وفي زمن الملك نبوخ بنصر أنشئت الجنائن المعلقة واحدة من عجائب الدنيا السبع وفي الجانب الغربي كان لتقادم السنين وتابعات الحروب والغزوات تأثير تلحظه العين الآن ما يقارب سنة عملنا وربما بعد سنة أو أكثر من سنة لصيانة الجزء الثاني الجزء الغربي لبابة عشتار الآن صنع سور بوابة عشتار الشرقي ومن بعدها نقوم بصيانة سور بوابة عشتار الغربي العقود الثلاثة الماضية اختلط فيها البناء المشيد حديثا بالقديم أو بني على أنقاضه كحال هذه الجدران والمباني خلافا لقرارات اليونسكو كما بني قصر فخم أعلى التل إذ بان حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين التحدي الأكبر أمام السلطات العراقية هو إعادة تأهيل وترميم آثار المدينة القديمة التي تؤكد وثائق اليونسكو أنها تمتد على مساحة تقدر بعشرة ملايين متر مربع لم يتم تنقيب عشرة بالمئة منها حتى الآن طارق مهر العربي من آثار المدينة القديمة في محافظة بابل ترجمة نانسي قنقر